رفع جاذبية الاستثمار في قطاع المحروقات يبدأ حسب الخبراء في المجال الطاقي من تحيين المعطايات المتعلقة بالمناطق الشاغرة وما تتوفر عليه من إمكانيات طبيعية تدفع المؤسسات العالمية الكبرى الناشطة في المجال إلى تقديم عروض للاستكشاف والبحث فيها هذا بالإضافة إلى إعاطة النظر في الامتيازات الجبائية المقدمة للمستثمرين خاصة في المناطق ذات المأمولية الضعيفة تونس من أكثر الدول التي تفرض ذراء على قطاع المحروقات يعني تصل نسبة إلى 75% وهناك تنافس في المنطقة مع الجزائر مع ليبيا في جلب مثل هذه الاستثمارات لذلك من المهم أن تكون هناك تحفيزات أكثر للمؤسسات في المستوى على الأقل الضريبي ونقطة أخرى أيضا تتعلق بالجاذبية إلى بعض المناطق التي يصعب أن يتوجه إليها المستثمرون مثلا نتحدث عن الشمال نتحدث عن مناطق في البحر مقترح هو أن تكون حوافز المواجهة للشركات مرتبطة حسب المنطقة ويعتبر الخبراء أن الاستثمار في المحروقات يستوجب أيضا توفير مناخ محفز للقطاع الخاص أساسه الشفافية والحوكم الجيدة ويشددون على أهمية انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية باعتبارها مقياسا عالميا للإدارة المسؤولة والفعالة هي مبادرة فيها العديد من الشركات وفيها الشركات الكبرى يعني عضوة في هذه المبادرة لأنه في مجلس إدارتها هناك أيضا شركات وهناك مجتمع مدني وهناك حكومات وهناك الشركات الكبرى وإذا انضمت تونس إلى هذه المبادرة ضمنها تقريبا أكثر من 70 دولة في العالم يمكن هذا أن يحفز الشركات تعطي فكرة على إطار الأعمال ومناخ الأعمال في تونس جانب الشفافية أهم وهم جدا بما أنه يضمن الوضوح وأيضا يضمن الاستقرار بما أنه في مناخ ما تمثلوش وضوح ثم ديمة ثيرابيت اجتماعي القطاع الخاص لا يساعدوش بشي تثمر في بلدين اللي معتها نسبة ثمر ثيرابيت كبيرة لابد من التركيز على الجانب الشفافية والعمل المشترك مع الناشطي مجتمع المدني اللي نجم يكون حلق التواصل بين الدولة وأيضا الجهات المنجة مبادرة الشفافية تعهدت تونس بالانضمام إليها منذ 2012 تم إدراجها في برامج الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة ولكن ورغم استكمال أغلب المراحل لتقديم ملف العضوية إلا أن اللمسات الأخيرة بقيت منذ حوالي أربع سنوات تراوح مكانها هو الملف حاضر وعندما تم اختيار خبير خبير هو تونسي معتمد لدى الأمين العامة لمبادرة الشفافية في صناعات استخراجية قام بإعداد الملف بجميع تفاصيله خاصة أهم وثيقة هو برنامج عمل برنامج عمل هذيه هو برنامج إصلاحي تضمن مقترحات للإصلاح لقطاع المحروقات وأيضا المناجم بشراكة مع المجتمع المدني وأيضا القطاع الخاص قمنا باستشارات على المستوى الجهات المنجة للمحروقات وأيضا المناجم والبرنامج هذي فيه إصلاحات مقترحات حتى الشركية إلا أنه مع الحقيقة ما تمكننيش من إيداع الملف العضوية من جهتها أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نيلة الجنجي أن ملف الانضمام موضوع على طاولة الدرس وبدأ العمل على استكمال مراحله مع الأطراف المتدخلة بداية الأسبوع كنت تلقيت وكان اجتماع جد مثمر مع بعض مكونات المجتمع وخاصة مرصد الشفافية معناها تنولنا بالدرسة شنوما النقاط اللي لابد استفاءهم بشتونس تقدم في مجال انضمامها وأنا اللي نجمع نقول لكم اللي إن شاء الله معناها في قبل نهاية السنة ويذكر أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومقارها أوسلو هي مسعى دولي للارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز والتعدين